افتتحت اليوم أعمال ندوة مفهوم وتصنيف الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لشؤون الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي انعقاد مثل هذه الفعاليات المتخصصة لمناقشة شؤون الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال التفاصيل في سياق التقريب التالي انطلقت صباح اليوم أعمال ندوة مفهوم وتصنيف الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى تضافر الجهود الخليجية المشتركة نحو تركيز الاهتمام على إضاح مفاهيم الإعاقة وقضاياها الحالية والمستقبلية اليوم الندوة تتولى بحث ودراسة موضوع تصنيفات الإعاقة لأن تصنيفات الإعاقة تكتسب أهمية كبيرة في توجيه البرامج برامج التدريب برامج التأهيل برامج الإسر وكيفية التعامل مع المعاق في الحقيقة موضوع التصنيف موضوع علمي متعمق يحضر عندنا اليوم مجموعة من الخبراء العرب والخبراء الدوليين لوضع تصنيف موحد بين دول مجلس تعاون يساعد على تطوير عمل المنظمات المتخصصة ودور الرعاية طبعاً هذه المؤتمر بالضغط على التصنيف يعني التصنيف الإعاقة أمر مهم يعني وصار لفترة طويلة يعني يتباحثون في الكل يعني ليس إحنا في المنطقة في الخليج ولكن على مستوى العالم كله يعني حتى الآن لم يكن هناك توصل إلى تصنيفات الإعاقة وحتى مصطلحاتها ولكن أعتقد أن يمكن هذه ساعدها أن يقرب بعض المفاهيم اللي قد نحتاجها احنا في خاصة في دول مجلس التعاون أن نستخدمها وتكون واضحة لنا في العمل في مجال الإعاقة تسعى هذه الندوة إلى التعرف على مفهوم الإعاقة وتصنيفاتها عالمياً وأهم الطرق والمناهج فيها وأبرز المشكلات التي تواجهها على المستوى الخليجي والعالمي مع إمكانية توحيد عملية التصنيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسهم في تفعيل مجال الإعاقة وتعرف على مفهوم وتصنيف الإعاقة في دول مجلس التعاون كذلك الخبراء الباحثين سوف يقومون بإرشاد المشاركين بأهمية الوصول إلى المعاقين واكتشاف أسباب الإعاقة هذه الندوة هي خطوة في طريق إصلاح هذا التوجه وتعديل بعض السلبيات اللي قد يواجهونها الدول والحمد لله إحنا شايفين عندنا حضور جميل جدا من مجلس التعاون الخليجي بجميع دول مستعاون الخليجي وإن شاء الله أننا سنطلع بنتائج طيبة وتوصيات ترفع من قبلنا كمكتب تنفيذي إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل اللي يقعد إن شاء الله في الرياض في الدور القادمة وضع تصنيف خليجي وعربي مشترك للإعاقة يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق أفضل سبل الدعم الاجتماعي والمهني الذي يساهم في رفع إمكانيات تحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة خول لي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين